أنا عجبني فعلاً جداً النشاط اللي عاملها وزارة الداخلية بخصوص الزيارات المستمرة لمركز الإصلاح والتأهيل في ودي النطرون وغيره من المراكز بالمناسبة عجبك في إيه يوسف أقول لك لازم لازم المجتمع يشوف بنفسه التغيير اللي بيحصل في مصر على اختلاف مستوياته يعني احنا مش بنتكلم في أنه يبقى فيه تغيير فيه بس فيه طريقة ونمط وشكل إدارة الحكم في البلاد تغيير فيه أشكال القوانين تغيير يحصل فيه البناء الدستوري المصري من سنة 2014 تغيير يحصل فيه الأنماط الاقتصادية داخل مصر تغيير فيه مسألة إعادة توزيع السكان وبناء مجتمعات عمرانية أكثر اتساعاً أكثر حداثة شديدة التطور تتوكب مع التطور المعماري والحضر اللي بيتعامل في العالم كله مسألة مش بس كده المسألة أنه لازم نتذكر ونتأكد ونشوف ونقرأ بالراحة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وانت بتقراها لازم تبص يا ترى يا هل ترى هل هي مجرد أوراق ولا هل هي بتطبق بالفعل أنا ممكن أستشهد ببلينكين هو بيتكلم على أنه والله مصر واخد خطوات كبيرة ومهمة جداً في مسألة حقوق الإنسان ده على سبيل المثال وممكن أستشهد بعنين ناس كتير وده بقى اللي بقولك عليه إزاي الداخلية بتاخد شخصيات كتيرة جداً برلمانيين رياضيين فنانين إعلاميين صحفيين حقوقيين من مصر ومن برة مصر عشانا عارف في ناس تحب قوي كلمة برة مصر دي وإنك فين الأجانب هو يشوف الأجنبي يستريح ما عرفش ليه يعني بس تمام تعالى روح اتفرج أنا من الناس سعيدة الحظ اللي كان ليه حظ جاية جداً إنه كنت واحد من ضمن مجموعة رائعة جداً يعني أفاضل من البرلمانيين والسياسيين والصحفيين في أول زيارة للمركز التأهيل والإصلاح فوادي النطرون وأنا أتذكر كويس جداً وقتها قلت إن أنا فعلاً انبهرت بكل حاجة شفتها انبهرت أنا شفت سجون كتير زمان أنا مكنتش أتصور أبداً أبداً إن إحنا يبقى فيه عندنا مكان بهذا الشكل وخد بالك أنا قلت لك إيه أنا شفت سجون زمان ولما جيت كملت وقلت لك مكان لأنه المفهوم الكلاسيكي العطيق المعتم المظلم المقبض بتاع السجن ده انتهى لم يبقى منه إلا تقييد الحرية فقط لغير وتقييد الحرية أمر شديد الصعوبة فيش حد في الدنيا يقول لك إن تقييد الحرية ده حاجة بسيطة ولا سهلة ربنا ما يكتبها على حد أبداً شيء ساقيل جداً لكن وهنا خليني برضو أقدمس لك من كلمة فخامة الريس لما قال مش المفروض البني آدم يتعاقب مرتين مرة تقييد حرية ومرة إنه يبقى قاعد في مكان غير لائق والله العظيم أنا بقعد أفكر في الجملة دي وأعد أسأل هي جات على بالك من يند يا فندم يعني محدش خالص يعني مش هقولك بقى من 52 محدش خالص أبداً أبداً فكر في كده في بلدنا أبداً إنه المكان بتاع تقييد الحرية لازم يبقى لائق لائق يعني يعني يبقى إنساني ف اللي هيزور وهيشوف وأتمنى أن تبقى مجرد زيارة للمشاهدة وللاطلاع وللمتابعة وما إلى ذلك مش رايح تزور حد نزيل حزيز عليك يعني لا أتمنى على الإطلاق ولا أنك أنت تبقى أنت الزائر المقيم يعني وغيرت تبقى الزيارة الخطفة دي بتاعت اللي هي نص يوم وتراوحة أنت هتشوف فعلاً مش بس مكان لائق هو مكان حقيقي محترم حقيقي مضيف حقيقي منظم حقيقي مجهز بكل وأحدث الأجهزة اللازمة أو الاستعدادات اللازمة أنه البني آدم يقدر في الفترة اللي بينفذ فيها العقوبة بتاعته المقيدة للحرية أنه تخفف أو تقلل شيء من الاستهاء شيء من الوجع والألم أنه يبقى بعد الشر إذا كان أثناء الفترة دي تعب مستشفى والله 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 وحياة النعمة دي على رأي أهلين أولاد البلد والنعمة دي على عنيات مستشفى زيها زي أدخن مستشفى استثماري في مصر بأجهزتها بسريرها بتجهزتها بدكترتها بأطقومها الطبية إلى آخره مضمخ محترم ونضيف عليه الإيماء وكذا الأجود في الموضوع واللي أنا دايماً بقوله واللي دايماً أنا عارف أنه دي حاجة بتنغز الإخوان في الداخل لا مش الإخوان في الداخل يعني في مصر في داخلهم يعني هم نفسهم توجعوا يعني أنه مقيد الحرية ده هذا النزيل هو بيشتغل جوه تجي تقوله طب مطول وعمرهم بيشتغل يقولك لا هو بيقطعش حجر ما بيكسرش في الجبل هو بيشتغل بيشتغل يعني والله فلان الفلاني بيشتغل كهربائي فلان الفلاني بيشتغل صنافاني صحي وفلان الفلاني بيشتغل تارزي وفلان الفلاني بيشتغل شغل وده مزارع وده كذا وده كذا وده كذا طيب واللي ما عندوش فكرة عن اي صنعة او مهنة جوه بيعلموه بيعلموه يا يوسف بيعلموه يا فندم لا اسألت يا فندم بتعلموه بليه قال لي علشان احنا عايزين بعد كده لما الراجل ده يخرج للمجتمع يستطيع انه يبقى مندمج مع هدا المجتمع لكن هيفضل محبوس يكسر جبل وبعدين يخرج من الحبس يشتغل ايه مهن ما فيش في ايده صنعة اصلا ما يعرفهاش فانا عايز واندمج عايز يبقى فيه في ايده صنعة علشان بعد كده ما يضطرش يكسر القانون فيعمل حاجة غلط بداعي انه انا عايز ااكد مراتي وعيالي وامي واخوية وجوز اختي لأ في صنعة فانعلمه طب ايه اللي بيتعلمه جوه والله بيتعلم الحاجات حتى اللي مطلوبة دلوقتي ازاي بيصلح تلفزيون ولا شاشة ويصلح موبايل ويصلح تلفون محمول ويصلح مش عارف ايه بخلاف الحاجات التانية اللي احنا عارفينها دي الزراعة والزي يقولك السباكة النجارة ال 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 طيب وايه كمان هو بيشتغل ويحصل على راتب وبالمناسبة يحصل على دخل جوه المركز زي الدخل اللي ممكن يحصل عليه بر يا كاد يكون هو يعني يا كاد مش هو بس يا كاد يعني احنا بنتكلم في الايه في التلات اربعة تلاف جنيه تقريبا ماشي طبعا في واحد لازم يرده ما يكفوش انا غلطان انا غلطان مرجحش اغاله من غير فلوس ويكسر جابا الحلو كده طيب بيتعمل ايه بالفلوس دي تقولي يعني هو بيده النزيل فلوس اه بيده النزيل فلوس في جزء بيتم الاحتفاظ بي لصالح النزيل هو بيقرر والله انا اخر الشهر ده والله اشتغلت كزا كزا اتعارف شغل اشتغلت كم ساعة بقى معدل انتجية كزا الاخ الاخ فيحصل هنفترض على اربعة تلاف جي النزيل يقولك الله انا عايز خمسمائة يفضله معايا عشان الكنتين ماشي مثلا الباقي بالزبط كده الباقي هتعمل فيهم ايه هنحوشهم لسيادتك ولا ده بجد مش تظهر والله نتدخرهم ونوفرهم لسيادتك علشان بعد انت انتهي مدتك تستلم المبلغ ولا نبعثوا الاهليتك ابعثوا الاهليتي بيتبعت للاهلية لا حوشهولي هنا حوشناه لكين